السيد أشرف العيدي كبير استراتيجي الأسواق في سيتي اندكس افكس سوليوشنز أشرف أهلا بك معنا اليوم ودعنا نبدأ من صحيح أنه خطاب برنانك أصبح الله فترة ولكن بعد هذا الشهادة التي أدل بها شهدنا حال ربما الاستقرار على الأسواق ولكن شهدنا ضعف للدولار وارتفاع للأسهم يعني من الأسهم بداية للأس ان بي الآن أصبح مقترب من مستوى 1700 نقطة هل تتوقع اجتيازها لهذا اليوم لست متأكد أنه سيتم اجتيازها هذا اليوم ولكن نقدر نقول أنه فيه نوعا من التأكيد أنه سيتم اجتيازها قبل نهاية الربع الحالي إلى 1720 1700 هي النقطة التي كنا نتوقعها حوالي شهرين الأسواق الآن تعودت وفهمت النداء والرسالة من مستوى تبرنانكي وهو أنه حتى إذا سيكون هناك التقليص في شراء البونز حتى إذا سيكون هناك فيه هناك التيبرينج حتى إذا التقليص يعني سيتم في شهر تسعة بالرغم من ذلك أنه البنك المركزي يعني صرح أنه سيدع السيولة وطبعا إذا يشتروا من 85 وينقصوها إلى 70 مليار أو 60 مليار البالنس شيت وممتلكات البنك المركزي الأمريكي ما زال تكون تقدس داد فهذا هو نوع من الإنخفاض في السرعان في السيولة ولا الإنخفاض في السيولة لأنه وضح النقطة هذه بوضوح قوي يعني بن برنانكي للأسواق فالأسواق الآن لن تلجأ إلى الإضطراب ولا إلى القلق لأنه فاهم إذا سيكون فيه هناك الانخفاض في الشراء هذا ما زال يكون فيه هناك الشراء وبالعربية يعني قال بن برنانكي أنه راح أحاول أتأكد أنه لن يكون هناك ارتداد قوي في العائد السندات الخزانة اللي هي البوند ييلدز طب أشرف أنت ذكرت أفضل أشرف لمقاطع ولكن ذكرت لي سابقا منذ حوالي الشهر تقريبا أنا بكنا نتحدث أيضا عن سياسة برنانكي قلت لي بأنه ربما الفيدرالي لن يسترجي هذا حرفيا بأن يسحب برنامج الشراء الأصول لكن هل تعتقد الآن بأنه سيبدأ في تقليص هذا البرنامج في سبتمبر أم لا بالزبط بالزبط وأنا فعلا قلت هذا على البرنامج أن البنك المركزي لن يسترجي التقليص ولكن لما سمعت النداء بن برنانكي والبرس كونفرنس اللي سواه بـ 19 جوان 19 يونيو وقال أنه نحن نريد أن نلجأ ولا نسع إلى التقليص في بداية التقليص في شهر تسعة لما سمعت هذا الكلام مستحيل أنه من ناقش بالكلام هذا ومن غير رأينا وهذا هو الواحد لما يكون محلل بالأسواق لازم يعطي فكرة يعطي تنبؤات ولكن لازم أنه يكون جاهز أنه يغير رأيه ويفهم للناس لماذا غير رأيه وأنا أفعل ذلك الآن فلما رئيس المحافظ للبنك لأكبر بنك مركزي في العالم يندد ويقوي الرسالة يعني لذلك لا يدع لنا سواء الخيار أنه أن نقول أنه يمكن أن يقلصون وسيقلصون يعني العملية الشرائية وستكون يا بشهر تسعة ولا بشهر اتناش مش شهر عشرة ولكن شهر تسعة لأنه مجتمع الاجتماع الـ FOMC بشهر تسعة وبشهر اتناش عندهم مؤتمر صحفي وسيستعمل المؤتمر الصحفي لتفهيم للبرس وللإعلام أنه كيفية فعل هذا فهي يعني أنه هلأ الآن إذا يمكن تسألني ما هو الاحتمال أنه لن يكون هناك تقليص في البوند بورشيس وسيتم تأجيل ذلك إلى شهر واحد الآن أقول لك أنه في حوالي احتمال إلا خمستاش ولا عشرين بالمئة أنه لن يكون هناك تقليص ربما أننا بحال أشرف شاهدنا ربما تراجعات في البيانات الاقتصادية الهم تراجعات كبيرة ربما هنا يعد النظر على كل الأشرف أتمنى أن تبقى معنا للحديث أكثر أيضا عن أداء الدولار الذي شاهدنا فيه تراجع لأدنى مسويا في حوالي الشهر وأيضا الذهب الذي ارتفع ولكن فقط بعض فاصل قصير أبقى معنا أشرف مشاهدينا فقط دقائق ومن ثم نتابع برصات العالم